السلام عليكم سنعرض في هذا الفيديو أسئلة عن دولة فلسطين الحبيبة فمرحبا بكم من بنى المسجد الأقصى ومتى بنية الأرجح أن أول من بناه هو سيدنا آدم عليه السلام وذكر بعض الفقهاء أن الملائكة هم أول من بنى المسجد الأقصى وهو ثاني مسجد بنية على الأرض بعد المسجد الحرام بأربعون عاما ما هو المسجد الأقصى؟ عندما نقول المسجد الأقصى المبارك تختلط الأمور في أذهان الكثيرين فمنهم من يعتبر أن الأقصى هو ذلك البناء ذي القبة الذهبية والبعض الآخر يظن أن الأقصى المبارك هو ذلك البناء ذي القبة الرصاصية السوداء ولكن مفهوم الأقصى المبارك الحقيقي أوسع من هذا وذاك هذا شكله كما في الصور أين يقع المسجد الأقصى؟ وما هي مساحته؟ في فلسطين يقع المسجد الأقصى المبارك على تلة في الزاوية الجنوبية الشرقية من مدينة القدس القديمة المسورة والتي تقع في شرقي القدس في الضفة الغربية والمسجد الأقصى له سور وهو على شكل مضلع غير منتظم وتبلغ مساحته حوالي 144 دونم 144 كم مربع ما هي القدس الشرقية والقدس الغربية؟ القدس هي عاصمة فلسطين وهي مدينة عربية تحتوي على الكثير من المقدسات وأهمها المسجد الأقصى وكنيسة القيامة وقع الجزء الغربي من القدس تحت الاحتلال الصهيوني في عام 1948 ووقع الجزء الشرقي من القدس تحت الاحتلال الصهيوني عام 1967 من هم الشعوب الأولى التي سكنت فلسطين؟ أول من سكن فلسطين هم الكنعاني أحد الشعوب السامية سكن العرب الكنعاني أرض فلسطين منذ عصور ما قبل التاريخ أي قبل الميلاد بآلاف السنين كم تبلغ مساحة فلسطين؟ تبلغ مساحة فلسطين 26,990 كم مربع ما هي أعلى قمة في فلسطين؟ جبل النبي يونس كم عدد الفلسطينيين في العالم وفي فلسطين؟ 14.5 مليون فلسطينيين في العالم منهم 5.48 مليون فلسطينيين في دولة فلسطين كم عدد محافظات فلسطين؟ يبلغ عدد محافظات فلسطين 16 محافظة منهم صفد وعكا وحيفا ويافا القدس والناصر والخليل وطول كرم وبئر السبع قبرية وبيسان ونابلس وغزة من هم الأنبياء الذين دفنوا في فلسطين؟ سيدنا إبراهيم عليه السلام سيدنا إسحاق عليه السلام سيدنا يعقوب عليه السلام سيدنا يوسف عليه السلام سيدنا شعيب عليه السلام سيدنا داوود عليه السلام سيدنا سليمان عليه السلام سيدنا زكريا وابنه يحيى عليهما السلام أتمنى أن تكون هذه المعلومات أعجبتكم لا تنسوا الإعجاب والاشتراك بقناتنا الثقافية دنتم برعاية الله